لماذا يصعب على أخي المسلم لفظ كلمة يسوع؟ لماذا يستخدم لفظ عيسى؟ مع أن للمسيح أسماء وألقاب كثيرة في الكتاب المقدس إلا أنه تميز بإسم يسوع ومع أن يسوع المسيح هو كلمة الله وبهاء مجله لكن جعلتم من هذا الإسم هوية جديدة لشخصية المسيح المبارك لقد جعلتموه مخلوقا محدودا رغم كماله وطهارته وقدرة الفائقة وتميزه العجيب عزيزي اسمه يسوع وليس عيسى للأسباب التالية أولا من سلسلة نسب المسيح مكتوب ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح ثانيا ميلاد العذراوي أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح القدس فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله ثم شئ ثالث سمي قبل أن يولد فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع شيء آخر اسمه له معنى وعمل وغرض في اللغة العبري اسمه يشوع أي يهوى يخلص نفس الاسم في العهد القديم فقال الله لموسى أهي الذي أهي وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم وقال الله أيضا لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوى إله آبائكم إله إبراهيم وإله إصحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري إله بار ومخلص ليس سواي التافتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاص الأرض لأني أنا الله وليس آخر فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم أنظر معي بعض الأمثلة لقدرة وروعة هذا الإسم اسم يسوع يخلص مكتوب أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لا يكون أنا أنا الرب وليس غيري مخلص مكتوب وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص قال يسوع أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى ثم قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به مكتوب أيضا لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص لأن الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص ثم اسم يسوع يخرج الشياطين وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم مكتوب ثم دعا تلاميذه الاثني عشر وعطاهم سلطاناً على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفو كل مرض وكل ضعف لاحظ معي فراجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك ثم قال يسوع هأنا أعطيكم سلطاناً لتدوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء على سبيل المثال الجاري التي بها روح عرافة في فليبي مكتوب وكانت تفعل هذا أياماً كثيرة فضجر بولوس والتفت إلى الروح وقال أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في تلك الساعة مكتوب أيضاً وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم في أعمال الرسل إصحاح 19 أن تستخدم الإسم ينبغي أن تؤمن وتتحد وتلتصق بهذا الإسم ثم اسم يسوع يشفي يشفي كل الأمراض الجسدية والنفسية والعقلية والروحية أيضاً فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي نجد في اسم يسوع أيضاً غفران الخطايا وأوصاناً أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله دياناً للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا ثم أحباء المعمودية المعمودية بالماء وعطية الروح القدس فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس مع أن المعمودية تتم باسم الآب والابن والروح القدس لكن في سفر الأعمال يركز على اسم يسوع فلما سامعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع أعمال 19 نرى في قصة تجديد خصي الحبشة وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ما فقال الخصي هو ذا ناء ماذا يمنع أن اعتمد فقال فليبوس إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز فأجاب وقال أنا أؤمن أن يسوع لاحظ أن يسوع المسيح هو ابن ابن الله فأمر أن تأقف المركبة فنزلا كلهما إلى الماء طبعا فليبوس والخصي فعمده ثم أحبائي اسم يسوع قوي وعظيم مكتوب ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما بأية قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا طبعا كان كانوا يقصد شفاء الرجل الأعرج من بطن أمه حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ اسرائيل إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب اسرائيل أنه بإسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا كما ترى اسم عظيم واسم قدير بالواقع إن سفر أعمال الرسل مليء بقوة وعمل وطبيعة وعظمة هذا الاسم ثم اسم يسوع فيه استجابة الصلاة تعرفوا إلى الآن إلى الآن يستخدم اليهود عبارة بعزرات هشيم بدل أن يستخدم عبارة الله يقول بعزرات هشيم بمساعدة الاسم طبعا احتراما وخوفا من هذا الاسم لأنه مكتوب أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات بالواقع إن إرسالية يسوع المسيح كما قال أنا أظهرت اسمك للناس وأيضا عرفتهم اسمك كلم عن الآب قال يسوع ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله أفعله ليتمجد الآب بالابن إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله ثم لاحظ اسم يسوع ما كان جهريب كان معروفا للجماهير ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل يسوع معروف حتى عند صلبه مكتوب وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود إذن كما تلاحظ عزيزي إن اسم يسوع ليس مجرد اسم لكنه اسم على مسمى هذا الاسم يظهر هويته وشخص المبارك ولهوته المميز وطبيعة القدوسة وعمل الخارق لكن هذا الاسم أيضا يخلص من كل خطية لذلك نحن نرفض اسم عيسى لأن اسمه عجيب مكتوب ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام اسمه يسوع مكتوب عن هذا الاسم فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا ومكتوب أيضا وعلى اسمه يكون رجاء الأمم أدعوك الآن أن تتوج يسوع المسيح ربا وملكا على حياتك لأنه يوما ما شئت أم أبيت مكتوب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبا ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب تعال إليه الآن لأن اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع عزيزي اسمه يسوع وليس عيسى إنه يحبك سلمه حياتك وقبله مخلصا وتوجه ربا الآن لكي تنال الحياة الأبدية أحب أسمع رأيك والرب معك ترجمة نانسي قنقر